بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وأهلا بكل جديد وأهلا بكل مشترك جديد في القناة جزاكم الله خيرا واسأل الله عز وجل يتقبل مننا ومنكم وبرضو أبلغكم إن إحنا لو كل واحد والله كده لو كل واحد دل واحد لا حنبقى كتير قوي قوي إن شاء الله بإذن الله فما بال يعني الواحد دل دل اتنين دل تلاتة وكل اللي حينتفع معاك بالقناة أنت بتاخد أجرها أجر الانتفاع دوت والدل على خير كفاعله الدل على خير اللي بيدل حد على خير كأنه هو العمل الخير دوت فممكن أنت تبقي يوم مش فاضية فيه ولا حاجة وتلاقي لو واحدة أنت دلتيها سمعت الدرس وسمعت الحلقة والله والله أنت لكي نفس الأجر وأنا عايز كل واحدة تحتسب الوقت اللي هتقعد فيه سواء كان وقت مثلا هتقعد عشر دقايق هتقعد اتنشر دقايق هتقعد إحنا لحد عشرين دقيقة إن شاء الله دي حلقة قرآن يا جماعة حلقة تعليم يعني حينزل فيها سكينة حتحفها الملائكة حتخشها الرحمة والله حيذكرها الله عز وجل فيما أنا عند الدعاء فيها هيكون مستجاب القلوب فيها على قلب واحد التعليم فيها هيبقى سهل ويسير إن شاء الله وأنا أسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يرزقني حسن التوصيل إن شاء الله حسن التوصيل وجدية التوصيل بحيث أن أنا أيسر عليك كل حرفة في كتاب الله سبحانه وتعالى كل حرف أنا نيتي وغيتي هي أن أنا أيسر عليك كما قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما يكونش فيه عندك شقاء في قراءة القرآن ويكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسروا من القرآن للذكر فهل من مدكر فأنا أقول له يا ربي أنا هوت جاي يا ربي أذكر عبادك وأعلمهم كتابك بطريقة يسيرة كما أنزلها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم من بعدي لكن أن أنا أعقدك أو أن أنا أعد بقى أملي عليك أملي عليك وعد أقول لك في أحكام وعد أقول لك في روايات وعد أقول لك في حكام لا 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 أنا مش ده طبعي أنا كل طبعي أن أنت تقرأي القرآن يعني بطريقة يسيرة بتشكيل صحيح بتفخيم وترقيق صحيح أو أقرب إلى الصواب وبعد كده هوت تقابل الله عز وجل مننا عذرة تقابل الله عز وجل مننا ومنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن في صفحة 43 آية 257 بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا الله خلي بالك لم لفظ الجلال ما لها مفخمة لم لفظ الجلال مفخمة ليه لأني ببدأ بيها ما ببدأ بيها ببدأ بيها كده مفخمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ما حدش يقولي الظلمات من الظلمات من الظلمات وما حدش يقولي يخرجهم أو يخرج يخرغoret للجلال يخرجي را كسر ري اتفقنا را فتح را را ضم رو را كسر ري يخري يخرجهم من الظلمات ما حدش يقول لي الظلمات الظلمات إلى النور والذين اهي واحتنش الذين الزال الزال يا جماعة الزال يا أهل الكرآن والله يا أهل الكرآن والثاء يا أهل الكرآن دولت حروف لثوية أطلع لساني فيهم حروف إيه لثوية أطلع لساني فيهم يعني أقول والذين 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 كفروا أولياء مطاغوت خلي بالك من الطا أولياء أولياءهم مطا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب ما حدش يقول لي أصحاب أصحاب لا أعيب عليك أصحاب 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 النار هم فيها خالدون يبقى أصحاب النار ما حدش يقول لي أصحاب النار أصحاب النار لا أصحاب النار سمعاني أنت وانت وانت سمعيني عشان ما حدش يقول لي أصحاب عشان ما تبعت ليش أي تقول لي في أصحاب النار لا أعيب عليك قلنا أصحاب النار كل دي حروف مرققة الحروف المفخمة الوحيدة الحرف المفخمة هو أص أص لكن الهمزة مرققة أص 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 ألا أصحاب النار هم فيها خالدون عفونا الله عز وجل وإياكم اللهم أجيرنا من النار ألم ترى إلى الذين ترى مش طرى بالطاء إلى الذي إلى الذين قلت الذين تقريبا كده استغفونا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حاج أي علامة مد زي دي الموجة بتاعة البحر التمويجة دي خلي بالك التمويجة دي العلامة دي آهي 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 التمويجة دي دي اسمها مد أنا لازم أمدها يعني عمتا لما شوفها كده هو تأمدها شوية بعد كده هقولك ده مد فيها تلاقي مد متصل وفي مد منفصل وفي مد لازم ده لازم اسمه لازم كلمة مثقل يعرفين مني كده دلوقتي وسمحيني بس يعني هأجله شوية هنتكلمه فيه بعد كده كتير بس أأجله شوية إن شاء الله الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال حجولي قال قال إبراهيم لا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت حد لاحظ حاجة هنا حد لاحظ حاجة هنا حد لاحظ حاجة حد لاحظ حاجة قال أنا أحيي وأميت ها مين ملاحظ حاجة؟ طب حقولك حقولها لك بطريقة تانية قال أنا ماشي جميل أنا أحيي وأميت آه لاحظ ما حاجة في حاجة في سر هنا من أسرار بقى أنا كلمة أنا بس الألف عليها إيه؟ عليها سفر كده مستطيل عامل كده اسمه السفر المستطيل اللي عامل كده أهو مستطيل يعني كأنه كان هي بقى مستطيل أهو أهو مستطيل أهو أهو مستطيل أهو وبعدين تدور بقى سفر بقى اسمه سفر إيه؟ سفر مستطيل مش مستدير بس السفر المستدير كورة أهو أهو ده اسمه سفر إيه مستدير الخمسة دي اسمها سفر مستدير ده اسمه سفر مستطيل فالسفر المستطيل ده لما تلاقيه فوق الحرف حرف الألف إعراف إن الألف دي بقى السر هو لما أقف عليها يعني ممنع الكلام من بعدها خلاص خلاص نفسي هيوقف عند الالف طبعا وقف ايه ده وقف اختباري وقف تعليمي فالالف دي حثبتها حقولها حمطقها حقول ايه قال انا حمدها كده انا حركتين دي ده سمد طبيعي طيب لو انا حوصل بقى يبقى الالف دي حتسقط وصلا هتتحزف هتبقى عاملة كده بصي اهو 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 اقري كده بقى يلا يبدا يقري قال انا اهو بيضا في حد زعل هم كلهم ستات اللي بتفرجوا ولا اخوات ولا ايه هو تقريبا كده المحصلة بيبقى اهم كلهم اخوات يعني لكن لو في اي اخ موجود يبقى اهلا وسهلا طب ايه يلا يا ابيضي ارى كده يلا يا ابيضي يلا يا بيضا قال انا احيي بوسي انا احيي انا احيي هحزف ان الالف دي في الوصل لكن في الوقف هقول قال انا لكن في الوقف في الوصل هقول ايه الوصل يعني يعني ايه وصل عشان بس الناس اللي لسه دخلة في القناة جديدة قلنا وصل يعني هاوصل الكلمة دي بالكلمة اللي بعدها يا وصلت الكلمة دي بالكلمة دي بالكلمة دي فلانا ما هقف على الكلمة دي ما ينفعش هقف على نص كلمة هقفش هقف أقول أن أن لأ أنا طب لما أوصل لا الألف دي هنشيلها هنحزفها أهي قال أنا أنا أحيي ما ينفعش لحد يقول لي قال أنا أحيي ما ينفعش ما ينفعش مش هلاروية ده حافظ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشريقي خدي بالك من الراء النهاردة معنا كل الراءات هي اللي عدت علينا كده مكسورة مع دراء إبراهيم إبرا بس المشري من المشريقي فأتي بها من الماء بسي من الماء مش من الماء من المغرب ريب ريب من المغرب فأبوهي تالذي كفر وإحد يقول لي كفر عيب عليكي مش كفر كفر كفتحك وفا فتحة ورا فتحة را تبقى كفر لو هقف عليها هسكن الراء كأن الراء ما عليهاش حاجة لما بنيجي نوقف على الكلمة بنوقف بالسكون يعني ممنوع الوقف بحركة يوم العرب يكده يقفوا يعني يقفوا بالسكون يسكنوا الكلمة عند الوقف لكن لكن ما ينفعش أقف على حركة يبقى كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مرى مرى مش مرى مرى لأ مرى لأ مرى من المرور من المرور يعني هو ماشي كده هو تمعدي كده أو كالذي مرى ما حاشي قول لي ما مين فتحة إيه ما لكن را فتحة را تبقى مرى على قرية بس بس را قرية بس را قرية الرعew معليها تشكيل عليها سكون يبقى أعمل ايه بسرعة كده هو تأبس بسرعة على الحرف الملا الحرف الملا ملا الوقوف مالو مفتوح يبقى الرع حتاخد حكم على قرية وهي خالة وهي خاء وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله خلي بالك أهي أجي لم لفظ الجلالة جاء بلها حرف مكسور بقيت لم لفظ الجلالة حنرققها تبقى هذه الله ما حشولي هذه الله لا هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثها مئتها دي اسمها مئتها البصي بقى السفر المستدير ده لما بيكون على الألف ما بتتنطقش خالص خالص بقى خالص كأنها ميم كده وراها الهمزة على طول المئة أهي كأنها كده وقعت لها مكتوبة في المصحف كده وصعد كده مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل خلي بيك من قال ما حشولي قال ما حش فخم لم لا قال بل خلي بيك من فانظر إلى طعامك أنا عايزة أقول لك بس كلمة فانظر الرأس سكنة قبلها الرأس ديت عشو نعرف هي تدخن ولا ترفع ما تنفعش تبقى فانظر فانظر لا فانظر رأس مفخمة لأن الحرف اللي قبلها مضموم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير السنين اللي عدت عليه ديت هو أماته الله عز وجل مئة عام فالسنين اللي عدت عليه يتسنه جاية من السنين من عدد السنين عدت عليه فمع ذلك ما تغيرش لا تغير طعمه ولا تغير ريحته ولا تغير سمكه نفس الشراب يعني أحيانا أنت ما بتبقى عاملة عصير مثلا جوافة عصير أي عصير وصي بي شوية تلاقي راب كده يبقى رايب تقيل يبوز لكن ده بصي الطعام ما تغيرش طعم ولا ريحته والشراب ما تغيرتش سيولته السيولة بتاعته لسه سايل لم يتسنه السنين مرت عليه ما تغيرش وفي بقى طعام أصيل وشراب أصيل ساعات الإنسان السنين بتمر عليه بتغير وبتغير طبعه وبتغير شكله وبتغير أخلاقه ها بتغير لكن بصي طعام وشراب أصيل بأمر من الله عز وجل لم يتغير لم يتسنه يعني لم تصيبه السنين بأي تغير عشان كده سمي المسن مسن عشان السنين عدتها ليه سنين أسأل الله عز وجل أن يجعل سنوات أعمالنا كلها في طاعته يا رب العالمين وانظر إلى حمارك ما حدش يقول لي حمارك عيب عليكي حمارك لا عيب عليكي حمارك ما حدش يقول لي حمارك ايه واحد حمارك دي في الشارع في القرآن حمارك يبقى في القرآن ايه حمارك ممكن تبقى حمارك امتى لو ما فيش حرف جر أصلاح حرف الجر دائلة هو اللي جر هو كلمة أصلها حمار الكاف دي كاف ايه الكاف الملكية بتاعت حمارك ده أو كتابك ده أو ألمك ده أو تليفونك ده فالكاف دي أنا كاف الخطاب معد linkedin كاف الخطاب أنا بخاطب بيها اللي أنا بخاطبه فما قلت حماء انظر إلى حماري إذا ديت إيه هنا يبقى حماري هنا هوت مجرورة بإيه فما حدش يقول لي حمارك حمارك لا حمارك حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما ننشيزها يعني نجمعها نحييها ننشيزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أحسنتم بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم وجعلنا وجعلكم من أهل القرآن العارفين العالمين المخلصين الصادقين المقبولين يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا أحبكم في الله والله أحبكم في الله السلام عليكم